تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري دشنا الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي استراتيجية الاتحاد المدرسي تحت شعار مواهبنا في مدارسنا على الساد جابر الدولي وبحضور مميز من الرياضيين والطلبة الموهوبين بالمراحل السنية المختلفة من طلبة المدارس تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير رسميا أطلق الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي استراتيجيته الطموحة للنهوض بالرياضة من بوابة النشاط الرياضي المدرسي باستراتيجية ستستمر لخمسة أعوام وتحمل عنوان مواهبنا في مدارسنا الانطلاقة كانت باستأجاب الدولي وبعرض فني المميز قدمه مستقبل الرياضة الكويتية وبمراحلهم الدراسية المتنوعة أتشرف اليوم أن أكون بينكم نيابة عن راعي الحفل معالي وزير الإعلام والثقافة والشباب الأخ العزيز عبد الرحمن المطيري في احتفالية تشين استراتيجيته وانشطة الاتحاد الكويت الرياضي المدرسي والتعليم العالي استراتيجية الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي ثمر التعامل المميز بين جهات الدولة المختلفة في مقدمتهم الهيئة العامة للرياضة الاستراتيجية ستهتم بالموهبة الرياضية وتسقل مهاراتهم عبر مركز اكتشاف الموهوبين وأكاديمية الموهوبين كذلك في مختلف المراحل التعليمية ومن خلال انشطة الاتحاد المدرسي بل سيكون هناك تقييم فني في كل ثلاثة اشهر لمنجزة الاستراتيجية الرياضية المدرسية راح نتلمس نتائج هذه الاستراتيجية خلال السنتين القادمتين ان شاء الله وبعد تنظيم الاكاديمية اللي راح تحتضن الموهوبين من مراكز الموهوبين فالاكاديمية هذه ان شاء الله راح تكون انطلاقتها بدءا من السنة القادمة بعد اكتشاف الموهوبين في المحافظات التعليمية الست ان شاء الله ولله الحمد كان بالنسبة لنا حلم لكن الامان اليوم تحقق هذا الحلم بعودة النشاط المدرسي بقوة على الفترتين الفترة الصباحية وايضا الفترة المسائية لكن بشمولية اكثر طول عمر الكويت من الستينات والسبعينات والثمانينات كان جميع مواهب الكويتية اللاعبين الفارزين كانوا اغلبهم من النشاط المدرسي ومراكز الشباب فانا اعتقد هذه الاستراتيجية ومشكورة لها العامة الشباب والرياضة بيدعمهم مع الاتحاد الرياضي المدرسي وعملنا التفاقية ما بين انتحاد الكويت كرة الخدم والاتحاد المدرسي من عجل هذا النشاط ان شاء الله اعتقد هذا خلال السنوات الغادمة راح تطلع مواهب كثيرة عن طريق المدرس باذن الله تبقى الاهداف المنتظرة عديدة لمخرجات استراتيجية مواهبنا في مدارس فخلال خمس سنوات ستطبق خطة الاستراتيجية وفق منهجية ورؤية جاملة للجنسين البنين والبنات وتنمي قدراتهم البدنية والحركية ويتم فيها اكتشاف المواهب بمختلف الالعاب الرياضية راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت